من ضمن الأمور اللي تابعناها الوقت اللي فات ساعة سفير تخص وزارة الهجرة كانت إصدار وثيقة التأمين على المصريين بالخارج وأعتقد أن دي كانت خطوة في منتهى الأهمية بالنسبة للمصريين لأنه كتير جداً كان بيشتكوا أنه في نقص في إمدادات كتيرة قوي صحية تتعلق بالمصريين الموجودين في الخارج سواء لصفر سياحة أو إقامة أو هجرة يعني عايز حضرتك تكلمنا أكتر عن الفكرة جات منين وإزاي تم تنفذها معالي وزيرة الهجرة فكرت في الوقت ده كان في سبتمبر 2021 فمعالي وزيرة فكرت في هذا الوقت إزاي يتم أولاً لأنه كان فيه مشاكل بتطرق ما بين الجاليات من لا قدر الله يحصل له حادث ثم يتوفى وبعدين بتدخل فيه إجراءات ناقل الجثمان صعبة كما ندد لا يعني مش صعبة ولا حاجة لكنها إجراءات طويلة يعني مش طويلة بتاخد لها كم يوم على ما تستخرج شهادة الوفاء وشهادة الطحنيت وأوراق أخرى ثم ذهاب أهل المتوفي إلى الوزارة الخارجية في القاهرة للإقرار بالموافقة على نقل الجثمان للقاهرة والكلام ده كله فمعالي الوزيرة ساعتها فكرت قالت يعني المصريين في الخارج إحنا عايزين إن إحنا يعني نشيل عنهم هذا العب يعني هو بيبقى فيه داخل كل مغترب طيب لا قدر الله حصل حاجة صحيح بتبقى يعني الهاجس اللي عنده دايماً إنه هو بيفكر في أسرته وبيفكر في إيه اللي ممكن يتعامل يعني مضبوط فتم التنسيق مع المجمعة التأمينية وهيئة المراقبة الرقابة المالية أي ووزارة الهجرة على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون اللي بيه المجمعة التأمينية دي فيها حوالي 22 آآ آآ شركة تأمين مختلفة على أن يتم عمل وثيقة وأن هذه الوثيقة تصرف للمصريين آآ في الخارج مقابل 100 جنيه على أن تغطي آآ الحوادث التي تفضي إلى وفاة أيها أو الوفاة الطبيعية آآ وتبقى التغطية آآ بقيمة حوالي 100 ألف دولار آآ مصاريف النقل آآ الجسامين والحاجات دي كحد أقصى آآ آآ مئة ألف دولار للفرق آآ وقد تزيد إذا هو زاد الاشتراك بتاعه يعني لو دفع أكتر من 100 جنيه لو دفع أكتر من 100 جنيه آآ أعتقد طبعا يعني دي تبقى نواحي بقى فنية بتاعت شركات التأمين ولكن لكن على الأقل على الأقل هذا المبدأ موجود يعني طبعا والتوفق وتم توقيع البروتوكول في سبتمبر الماضي وفي يناير تم إطلاق الوثيقة آآ وأعتقد أن البيانة اللي عندي هنا أن في مية واربعتاشر ألف وخمسمائة وثيقة حتى يوم سبع وعشرين ثلاثة تم إصدارها بالفعل تم إصدارها آآ فده معناه أن أن هذه الوثيقة لها أهمية يعني بتحزى باهتمام بتحزى باهتمام المصريين في الخارج صحيح وفي نفس الوقت آآ هذه الوثيقة بيتم إصدارها مع إما تجديد تصريح السفر أيوة إذن السفر من هنا من مصر أو أونلاين يعني هو طب يقولك طب بالنسبة للمقيمين في الخارج هيعمل إيه بالزبط المقيم في الخارج آآ بيدخل على موقع المجمعة التأمينية وبيشترك على طول طب هل بتفقد منه لا ما بتفقدش منه حتى لو فقد الوثيقة نفسها فيقدر يخش ويطبع واحدة تانية لأنه خلاص هو أسدد أيوة القيمة أونلاين واشترى الوثيقة وأصبح مؤمن وبالتالي هي بتكون زي متسجلة على موجودة في الاتاباس في الاتاباس سيستم فعلشان كده نقدر إن إحنا نخرجها أي وقت أو نصدرها يعني أي وقت بطبع ترجمة نانسي قنقر